اشتركوا في القناة نهاية السنة ومؤسسات اجتماعية تحتفي بالمقيمين بها من المسنين تواصل جهود الوحدات الامنية لضمان سير حركة المرور مع انتهاء عطلة رأس السنة والعودة الى المدارس غدا نستهل النشر مشاهدين بتهنياتكم اينما كانت تصلكم صورة التلفز الوطنية نستقبل عاما جديدا تسع عشرة والفين املينا في ان يعود عليكم وعلى تونس بالخير واليمنى والرفاهة وبهذه المناسبة يسعد مؤسسة التلفز التونسية ان تتقدم باجمل التهاني واصدق الامنية الى كافة افراد الشعب التونسي في الداخل والخارج كل عام وانتم بألف خير ونحن في اول ايام تسع عشرة والفين يوم جديد مع اشراقته يتجدد الامل بمستقبل افضل في لقاء بفريق الاخبار نتابع معنا كيف استقبل التونسي يومه الاول من السنة الادارية محملين بالامل يوم بمستقبل يملأه النجاح والسعادة في اول ايام السنة الادارية الجديدة اختار بعض التونسيين استقبله بالخروج والتنزه مع اطفالهم في المساحات الخضراء اليوم سخطر اول نهار في راس العام يعني في العام الجديد وحبيت اندور بهم خطر كانوا يقروا مش يتفرهدوا شوي هم يحبوا عالب الفيديو شوف الحيوانات فرحد الصغيرات هما في صلعاته والواحد يستغل الفرصة دي باش يدور بهم شوي ويبدلهم الجو ويخرجوا من اللي هو فيه يعني يخرج ويتفرهد ويبدل الجو باش يعاود نهار يخرج جديد يزيم نهار كله هو في الدارة اي قاضيها هيدا بامنيات وتفاؤل بغد افضل يستقبل التونسي اول يوم من السنة الجديدة هذا بنا ديما ندور ونحوس وننحو المشاكل من مخاخنا ونحو برش حكايات وكل شيء فهمتني وهذا كهو ان شاء الله عامنا مبروك على جميع طمط محمد ان شاء الله تونس تكون في امان وان شاء الله لكلنا فرحانين بنجح ولديتنا وبنجح كل شيء ان شاء الله كلنا معديه العام دمين ديزناف يكون يعود علينا خير بارشا من العوام السابقة سنة جديدة يتجدد فيها الامل بمستقبل افضل وتطوي معها كل ما خلفته من الام وصعوبات في شتى القطاعات سنة يرجوها المتونسيون اكثر يسرا في واقعهم المعيش من تونس العاصمة الى المنسير لمتابعة كيف استقبل المواطنون هناك العام الجديد امنيات محملة بالفرحة والتفاؤل والنجاح جاءت في انطباعات التونسيين الذين تمنوا بدورهم الخير والازدهار لتونس الحبيبة الاطفال ايضا كان لهم نصيب من الانتظارات والامال بعفويتهم المعتدى طل يوم جديد من سنة جديدة سنة تحمل معها املا بمستقبل يملأه النجاح والتقدم بالعمل والطموع نختم ونستقبل نكليوناتنا ونستقبل نكليونات يعني نتمنى الخير للبلاد وتقبلنا بالخدمة والعمل هذيك هي لكي نجمونا ننهضو بلادنا كان بالخدمة والعمل ان شاء الله يطلع عام باي وخير من اقبل وايام آتية ترفرف بتثاؤل واسرار تطوي كل ما خلفها من آلام وفشل فننظر لها بعين مشرقة متلألئة بان الاتية اجمل اتفهمني واصحابي بش نخرج من بعضنا بش نبدعم جديد من بعضنا ربنا نجحنا من شاء الله نقعد ودوما ما بعضنا aya اتمنى الصحة للناس الكل ونشأ العام مبروك نتمنى ان شاء الله نجاح ونجاح الأوليدي والصغيرات نهار اللور نفردوا صغيراتنا نتفردوا احنا ونتمنى العام والرفاهة للشعب التونسي detroit قدي اي بر نمشي ونعمله مارش ونتعدى ونعمله في تي دائج نهار مبروك ان شاء الله كل عام انتم بحيانا بخير الفرحة والتفائل وإن شاء الله يجينا على مبروك وعلى تونس وعلى الكل إن شاء الله هم عبروا أيضا عن أمنيات يأملون أن تتحقق خلال هذه السنة يبدأ بصحة جيدة إن شاء الله الشعب التونسي كل يبدأ فرحات ويظل في يوم مشرق كما هذا يجب أن نتفعله كان خير لتونس وفهم كان الخير لتونس رأي تونس يحبها ربي فهمتني بيش تنتصر على الصعوبات الكل اليوم على مكر إن شاء الله كل عامنا حينا بخير إن شاء الله تنتصر كل بخير وإن شاء الله يكون عام جديد ومجدد وربي إن شاء الله يفرج على تونس من هذا الشيء المخبي لما نعرفوش عليه إن شاء الله الأمور تستقر أكثر في تونس وإن شاء الله نسمعوا كان الأخبار الباهية وللأطفل أمنيات تحملوا كل معاني البراءة ومفرداتها ربما قد لا يستشعرها البعض نتمنى في العام هذا الجديد إن شاء الله ننجح أنا وأخويا وكل واحد نحبه وينجح نتمنى في العام جديد أن تتحسن لقراية وتتطور بش الناس الكل والي يقرأ بلنا أني نتحسن قراءة تنولي نقرأ بالباهية كل عام أنتم حيب خير يا شعب تونس انتظارات أمنيات وأحلام لأناس يحبون الحياة فلنجعل منها سنة الخير والعطاء وكل عام والبسمة تغمر محياكم كبار الصنية أيضا حظوا بجانب من الفرحة والاحتفالات حيث تمتعوا في المؤسسات الاجتماعية بصهرات فنية متنوعة كانت بإمضاء براءة الأطفال وأمنياتهم لهم بدوام الصحاب دار المسنين بباجة عرفت هذه الأجواء المتميزة توسيع الهدايا على المسنين المقيمين بالدار نتابع احتفالا بحلول السنة الجديدة أقام المشرفون على مؤسسة رعاية كبار السن بباجة بالتعاون مع الجمعيات العاملة بجهة حفلا فنيا أدخل الفرحة والدفءة على نزلاء الدار من الأباء والأمهات كل عام وكل مناسبات نحن نحاوله ديما باش المسنين يعيش في أسرته وضعه هو الهدف الأساسي من دار رعاية المسنين بباجة وكما تشوف مع صغارنا في بابي جيم شعنوا لوحات راقصة ومع عائلاتهم معنا حاضرين ومع الأعوان المركز حفلة خطبال وكل الناس طيبين ومدرنا طيب وكل حفلة تمام التمام بين اللوحات الاستعراضية والغنى وتوسيع الهدايا والموسيقى والرقص تنوعت فقرات الحفل الذي تغط عليه أجواء حميمية وتلقائية بين الجميع عدد من الأباء والأمهات عبروا عن سعادتهم بلقاء الزوار وخاصة الأطفال الذين شاركوهم الفرحة باستقبال السنة الجديدة بإطفاء الشموع وتناول المرطبات بأمال في سنة أفضل ملؤها السعادة والمحبة اختتم الحفل الفنية الذي مثل مناسبة لتأكيد صدق مشاعر الوفاء للأباء والأمهات الذين ضحوا بالغالي ونفيس من أجل إسعاد الآخرين أجواء الاحتفال عادة ما يرافقها الجانب الأمني لتأمين سهرة السنة الميلادية في مختلف الأماكن وتوقيا من أي خطر أو مكره حيث تجندت الوحدات الأمنية والعسكرية طوال الليلة إجراءات أمنية تتواصل أيضا لتيسير استأناف الأوسر التونسية نشاطها غدا بعد انتهاء عطلتي السنة الميلادية والمدرسية إجراءات أمنية مكثفة شهدتها تونس استعدادا للاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة وخلالها لتتواصل هذه الاحتياطات لتأمين تنقل العائلات الذي يكون بصفة مكثفة في الأيام الموالية في اتجاه العاصمة والمدن الكبرى إلى حين العودة إلى أماكن السكنة والعمل والدراسة سيما مع تزام هذه المناسبة مع انتهاء العطلة المدرسية وقد شهدت مختلف جهة الجمهورية خلال الاحتفال بسنة الإدارية الجديدة تدبير أمنية خاصة ومكثفة ارتكزت أساسا على ملازمة أقصى درجات اليقظة والحيدة والمحافظة على درجات عالية من الجاهزية انطلقت منذ مدة حيث بدأت بالعمل الاستعلامي والتنسيق مع أصحاب المؤسسات السيحية حيث عززت القوات الأمنية انتشارها بالمدن للتوقي من الجريمة بمختلف أنواعها وتعزز الأمن أيضا في المراكز والفضاءات التجارية ومحاطة النقل لتأمين التنقل للمواطنين داخل الجمهورية كما تكثفت تدبير الأمنية في الأماكن العامة والمناطق السياحية وتعززت منظومة التأمين الذاتي للوحادات الفندقية ونظرا للارتفاع المتزايد لمستعمل الطريق في هذه الفترة وتأمينا لسلامتهم قامت وحادة المرور بدورها بتكريث وجودها على كامل الطرقات الوحادات الأمنية قامت أيضا بتعزز وجودها ومراقبتها للشاريط الحدودي باعتبار ارتفاع التهديدات في هذه الفترة من السنة متاخذة في ذلك الاحتياطات اللازمة لتأمينه بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية وكذلك تأمين الموانئ والمطارات والمعابر لاستقبال الوافدين عبرها بالإضافة إلى تأمين ومراقبة المشاءات الحيوية فيما تواصلت عملية التمشيط البرية والجوية بمرتفعات الجبال توقيا من المخاطر الإرهابية في إطار العمليات الاستباقية ونظرا لخصوصية مناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية فيما يتعلق بكثرة التنقلات يتم تكثيف الحضور الأمني لتأمين الاحتفالات ولتمر في ظروف طيبة الصورة تأتينا من عظيمة الأغالبة القيروان حضور أمني مكثف شهدته مدينة الخيروان ليلة رأس السنة وذلك بمشاركة مختلف الأسلاك بهدف ضبط الأمن العام وتأمين رحالات المسافرين هو عمل يومي رأس ولكن تعرف رأس السنة ميلادية وتعرف في عاداتنا وتقاليدنا تكثر التناقلات والزيارات أنا لا أرى الاستعداد للليل هذه بدينها منذ مدة وهذا إن شاء الله تتويجه وخير وإن شاء الله تونس لباس ونحب نطمن لها لكل يسهروا ويتفرهدوا ولباس رأي رجال واقفوا وتونس برجال سعدادات الأمنية رأي متواصلة العامة على 12 شهر لكن بحكم المناسبة هذه نزيد وانتفرهم العمليات حسب برنامج من السلطة الإشراف ونصيحة المواطنين يردوا بيلهم خاصة في الطرقات ديما نشوفوا مفترقات داخل الولايات دوريات نسل كل متواجدة عن كثب لتأمين رأس السنة الميلادية وهذه طبيعي جدا كونهم رجال البلاد ديما مضحين يعني احنا ما عناش عياد احنا عيادنا تكون ديما سير تيران على الميدان اليوم عواني الكل مجندين للاحتفال بهذه السنة باش النسل كل والشعب التونسي يبقى في امان وما يخافوش على تونس التواجد الامني في مداخل المدينة وعلى الطرقات كان له الاثر الايشابي في نفوص المواطنين الذين شعروا بالارتجاح المتطمنين ان شاء الله مدى ما تم الامن في تونس ديما متطمنين ان شاء الله حدود للتونس الامن واقف ان شاء الله وقايم بينا وربي بارك فيكم ان شاء الله وتبدو الاستعدادات الامنية على اشدها لتمر الاحتفالات بالسنة الجديدة في اطيب الظروف وبمناسبة عطلة رأس السنة الادارية عرفت النزل والوحدات السياحية حركية استثنائية وكبيرة مسجلة بذلك وحسب اهل القطاع مؤشرات سياحية جيدة على اكثر من مستوى في مطلع السنة الجديدة تسع عشرة والفين اجواء خاصة شهدتها النزل في عديد من ولايات الجمهورية التي مثلت قبلة بارزة للسياح في ذل جهود مختلف الوحدات الامنية لتأمين اقامة طيبة لكل الوافدين في النزل والطرقات العامة والمؤسسات وقد تم الاعداد باحكام لاحتفالات رأس السنة ببرامج وخدمات متنوعة في كل من سوسة والمنستير شهدت المؤسسات السياحية حركية كبيرة لتصل مؤشرات الايواء والليالي المقضات الى اعلى مستوياتها مسجلة عودة قوية للأسواق التقليدية وانتعاشة للأسواق الجديدة ان شاء الله لنكملوا سنة هذه بزيادة تقدر بـ 22% على مستوى الوافدين وـ 22% على مستوى عدد المفضات حجوزات وصلت تقريب 90% في النزل المفتوحة بجهة المونستير سجلنا نسبة ايواء تقدر بحوالي 100% من جنسيات مختلفة واهمها السوق الداخلية والمغاربية والأسواق التقليدية المؤسسات السياحية تم تأمينها الشطوط كذلك معناها وقعت تأمين امتاحها تأمين كل الناس اللي معناها خيرت باشتعدي سنة الإدارية هذه خارج المنازل امتاحها ولم تختلف الأجواء كثيرا في عدد من هذه الفضاءات في ولاية المهدية التي سجلت خلال السنة المنقضية توفد 245 ألف سائح ومليون وخمسمائة ليلة مقضات أي بنسبة ارتفاع قدرت بـ 7% مقارنة بالسنة التي سبقتها بالنسبة لتحذيراتنا لرأس السنة الميلادية الجديدة طبعا كانت تركيز على زوز نقاط أولا المنظومة الأمنية والتأمين الذاتي لنزل أيضا النقطة الثانية ركزنا لها هي جودة الخدمات ومرقبة الأمنتوج السياح كل عام عن نسبة 40% من الليلة ريفو نوع يجيو هنا بشي عدي ورسل عام جاتوا إلى تونس لأنها بلد جميل والناس هنا طيبون ولديهم خصن الضيافة وفي جربة التي تمثل وجهة مفضلة لدى العديد من السياح من جنسيات مختلفة عاشت الفنادق فيها ساعات قبل استقبال العام الجديد أجواء خاصة سهم فيها السياح الذين يبلغ عددهم 12 ألف سائح مسجرين بذلك مؤشرات إيجابية تبشر بموسم سياحي واعد أكثر من مليون وخمسة وثلاثين ألف سائح قضاءه أكثر من ستة ملين وخمسمائة ألف ليلة مقضاء هذا بتباعة الحال ينبق إن شاء الله بموسم سياحي سنة 2019 واعد وواعد جدا هذا العام يختم بصيفة إيجابية وبرش العام الذي هو فريمون ورجع فينا برشة ثقة كثير منيح أنا بحب كثير لتشربة والشعب اللي فيها نحبوني كثير الإقبل على الفضاءات السياحية في مثل هذه المناسبات بات من الخيارات للعديد من السياحة التونسيين والأجانب على حد سوا على أمل أن تشهد السياحة التونسية انتعاشة أكبر خلال السنوات القادمة إلى مدينة الحمامات في متابعة لفعاليات الموعد السنوي الذي يتجدد مع تظاهرة غطسة رأس السنة دورة سابعة طريفة جاءت ثرية ومتنوعة ببرنامج رياضي ومشركات من مختلف الأعمار والولايات تفاؤلا واسترخاء وأملا في سنة جديدة حبل ببشائر الخير والرخاء طاق كورنيش مدينة الحمامات بحشود الرياضيين والزائرين فتوحد الحشد في طيف واحد في دورة سابعة لغسط رأس السنة بالحمامات كل سنة عام في بحر سيدي بوحديد في الحمامات المدينة لموا الصغيرات من عدة ولايات في الجمهورية خاصة الجمعيات والولايات اللي قاعدتون جتمعان الرياضة الجميع حاولوا بش نعملوا أنشطة رياضية وتوشفوهم عنها تلم صغار وكبر التظاهرة التي نظمتها الجامعة الوطنية للرياضة للجميع بدت احتفالا تداخلت أنشطته وما تضاربت فكانت مزيج استمتاع وثقافة ونشاط ووقاية صحية نستهلوا السنة بالنشاط والحيوية نعملوا جريا ومبعد غدسة في الماء خطر عنده برشة فوايد للصحة فمنافع للجسم والعضاء للجسم تحمي حتى اللي واضب عليها معناها كما نقول لكل جمع على طول العام تحمي حتى ضد مرض السكر وحتى ضد لالزهاي مير عجبتني الغدسة دي وسمعتلي هي تعطي فكسان ما تخليناش نوم رذوق ناسينينا الله نعملوا جدسة من ذات بوس كو 20 تن وفا ما مزغال للكباء وانا ياس نصح بيها ناس الكل وفريما وستري بني فيك نقول له هاني عملت سبور ومشيت وجيت أببري أربع كيلومتر ماكملش للاخر على خاطر عندي الفيمير مكسور ومجبر وعندي أربع رسورات وجير يزيستي نحن أخوية ثلاث أصحاب جيدنا اليوم بالبسكريتات عملنا سبعة ستين كيلومتر ونصالف شجيروا إلى عشر كيلومتر ونعملوا الغدسة واروحوا بالبسكريتات إن شاء الله دورة سابعة فاقت المتوقع من حيث الحضور غاب المعطى العموري فيها فالكل يافع في ريعان شبابه ما حتم تدويل التظاهرة لمزيد إشعاعها إلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية مشاهدين ونذكركم بأبرز عنوين النشرة التونسيون يتقبلون سادة جديدة وأمال كبيرة في تخطي الصعوبات أقبال مكثف وحجوزات بالنزل والفنادق ميزت نهاية السنة ومؤسسات سماعية تحتفي بالمقيمين بها من المسنين تواصل جهود الوحدة الأمنية لضمان سير حركة المرور مع انتهاء عطلة رأس السنة والعودة إلى المدارس غدا نجدد لكم مشاهدين التهنئة بمناسبة رأس السنة تسع عشرة وألفين كل عام وأنتم بألف خير ونشير إلى أنه بإمكانكم مطابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسياتي في نقطة ينضمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر